إيه الفرق بين الذهن والعقل؟ يعني مرات نحن نقول ذهن ومرات نقول عقل أو مخ أو كده إيه الفكرة من الموضوع؟ الحقيقة إيه العقل؟ هقولك الحكاية دي كان البابا شنودة قال عبارة جميلة جدا كنت بكلم فيها معك قبل ما نبتدي البرنامج ده وكان بيقول إذا كان العقل هو الذي يقود الإنسان فمن الذي يقود العقل؟ إذا كان العقل هو الذي يقود الإنسان فمن هو الذي يقود العقل؟ سؤال حلو وكان طبعا البابا شنودة صاحب فكرة وفلسفة وهو إلى آخر وسؤال في محله وبرضه له علاقة بالسؤال بتاع حضرتك بتاع العقل وكده يعني طبعا إحنا عايزين نقول الآتي لما ناخد بقى لغة الشباب بتوعلي مين دول اللي حضرتك بتنتمي إليهم واللي أنا لن أنتمي إليهم باعتبار أن أنا ربني أعطيك طولة العمر يا أسيس شباب أصبحت عندي للوقتي جاوزت السبعين وقربت على الخمسة والسبعين أو الأربعة والسبعين المهم لو قلنا مثلا الكمبيوتر عبارة عن حكتين عبارة عن هارد وير وعبارة عن سوفت وير وإنت أقدر مني عارف أن الهارد وير اللي هو الجهاز نفسه مش كده والسوفت وير دول البرامج اللي جوه الهارد وير فالهارد وير ده سهل جدا اللي هو الجسم، الدماغ، العينين، الودان، المخ زي ما احنا بنقول أو العقل ده ما فيهوش مشكلة المشكلة الكبيرة مش في الهارد وير مش في ودني ولا عناية أنت عنيك حلوة أنا عناية ممشيشة شوية لكن ولا في شعرنا اللي خف ولا دماغتنا اللي زال حجر على اعتبار أن أنا راجل مصري أصيل وأنا كمان الصعيدي ومن الصعيدي لا ما أنت عارف برضو فيه خليلة في فلسطين وفيه السلطية في الأردن وفيه الحمامسة في سوريا فأنت عارف إحنا منتشرين وكلنا في النهاية هتلاقي نفسنا نفس العجينة يعني روحنا ولا جينا إحنا لا ده زاد ولا ده نقص يعني فإحنا عندنا الهارد وير اللي هو الجهاز نفسه جهاز الكمبيوتر نفسه وعندنا الصوفت وير الصوفت وير هو البرنامج إحنا المشكلة مش في الهارد وير المشكلة في الصوفت وير الصوفت وير ده إحنا مش عايزين واستخدم كلمتين أنت الترجمهم لأعمل معروف لأنك أنت باعتبارك راجل عايش في كندا غالبية العمر لكن عشتي في البلاد طبعا السنوات جميلة جدا المشكلة بتاعتنا أن إحنا مش عايزين information إحنا عايزين transformation معرفش الترجمهم إزاي لكن إحنا مش عايزين مزيد من المعلومات إحنا عايزين معلومات جديدة أو زي مولادنا اليومين دول بيسموها عايزين نفارمط المحتويات بتاعت البرنامط معرفش الفارمط دي لا لازم تشرحها شوك لا لا الفارمط دي يعني كل البيانات والبرامج اللي موجودة على الجهاز عايزين نعمل لها حاجة يعني من information يعني أصدق information هي مزيد من معلومات لكن transformation بقى أنا عايز أشيل كله عشان أحط معلومات جديدة مختلفة كلها فيبقى إذن عندي ذهن جديد فالذهن الجديد ده نشأ ما ينفعش أنك إنت يبقى تحط القديم مع الجديد لألا هيبقى فيه فيروس يبواصدك الدنيا كلها أنت محتاج تعمل فارمطة للجهاز يعني تجيب كل البرامج القديمة ونعمة ربنا لما تخش في القلب زي بالظبط النور لما يخش في الظلمة